السلام عليكم إن شاء الله الإخوان الغداب لحد 22 جنوية 2023 إن شاء الله سوف يكون في 20 سنة سوف يكون مانتي و سوف يكون بريد كورنولي مسافة سوف تكون 18 بارتون جروب 1 يعني أحسن الخيول في هذه المنطقة كورسة واحدة في العام المنطقة جريكانتي هي هذه بريد كورنولي و بطبيعة الحال سوف تجمع أحسن الخيول في هذه المنطقة لدينا فيها بعد واحد الجوش الخيل هنا هم اللي واحد ربحوا واحد دار دوزيام العام اللي فات في هذه البريد 18 كانت ربحات و 14 كان دار دوزيام كانوا تصارعوا تلخر كانت 14 اللي تربح ولكن واحد المنافسة قوية بريد المهم 18 تأهل مؤخرا البريد اميريك سيجري هنا وسيجري في بريد اميريك اللي كانت في العام اللي فات كان ربح بريد و 14 تخيل ما نقول عليهم بريد فرنسا هم الملئوين تساف يبقى لي بلاس واحد هم لا يمكن ربحهم شيء من مالكة 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 18 14 هذه عشرة عائلة بريفار 2022 عندها جوج جريات في المنطي يعني عودت 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 عادت عادت جوج جريات في 2022 جوجهم في المنطي وربحتهم بجوج اللولا جروب 2 ربحتها والثانية جروب 1 هي ربحتها عودة 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 عندها ستسنين كنت تجريب الصفحة ولكن اليوم سيدنهم لها مفاجأة لكن راكبها عليكس ومدفر يا اتنسيون هي لها 8 عودة 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 عندها ستسنين مقدر نقول هي أحسن عودة في هذا حيث عودة في 2022 أحسن عام في الكارير خمسة الجانيات وستة البلايس كلهم في هذا الكاتيجوري جروب 1 جروب 2 جروب 3 مهم الجو جروب 3 جروب 3 كلا 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 فتح مفاجأة في هذا مفتوح 700 مليون را و السبعة جروب 3 عامل فيهد عامل عامل فيهد فيهد جروب 2 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 فيهد ساد يمكن كلا بسبق كما قلنا سبعمائة مليون رمضي سهلة ستكون الفراجة و ستكون تل مفاجأة وهذا السيس نزيده عليهم حتى هو اللي قدر قدر التربح مؤخرا جوج كورسات جروب دو والتكلاسات دوزية ما في جروب تروى هذا العودة حتى بلغت عشر سنين عد بشدة الفورم ديالا و فايت لها مشاركة في هادل بري دبام ديفيريا عند تايا عند فرصة العمر يعني عد عشر سنين رأى اخر عاملها هنا في هادل بري تقدر تنافس وحتى هاد سعود ديستانسات العامل فات في هادل بري عودة في الكاتيجوري ديالها كتقل المشياء دبام زيانة كلاسات تروازية ما كانت سبعة رباحة وهي دار تروازية ستعاش وولي كان دار دوزيام و اتناعش تعليوم اللي غادي راكب اللي الرافان كان دار سنك يام هاد عشرات ثمانية سبعة سعود ستارة هم ان فورم دبام و كي يديرواتش تعال منطي يقدروا تنافسهم بعد اكتة عشر اربعة عشر ومنساوش حتى هاد كما قلنا اتناعش كانت كلاسة معهم سنك يام سبعة رباحات وستعاش دار دوزيام ثمانية تروازيام موين اتناعش كان دارت سنك يام وكي يبقى عدنا هاد السبعة عشر من دفير يتعييل هاد البريدو كورنوريي من دفير يتعييل هاد البريدو كورنوريي دروكس معول عليها وطوما عندو فرصة هنه داكتوما عندو فرصة هنه نحتويش جل الاسم تاعو في هاد البريدو كورنوريي بحال هاد تلتاعش هاد كوري مع التمانية تاوتا على البلون دار كاتريام مؤخرا في في غروب دو مع هاد الخيل السبعة رباح وستاعش دوزيام ثمانية تروازيام هاد التوتاعش هاد كان دار كاتريام وهاد اتناعش كان دار سنك يام جاو كلهم في مو مسابقة تاوت البرباراسيون كانوا كيستعدوا التوتاعش تاو كما قلنا كوري تاوتا على البلون كوري مع التمانية البلون كيقول بالمرأة في عام ٢٠٢٢٠ كل هاد وزاكي هاد العود كيوجد فيه هاد البريد دبارا انفورم وروشارتا وكما قلنا خصوه يشجل اسم تاعه في هاد البريد كوريسة مغاداش تكون ساهلة غادا تكون مفتوحة والخيل معروفة والله سهلا لنا عليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة